أشهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بوقفة أهالي الضلوعية في محاربة داعش الإرهابية وشددا في لقاء مع قناتي العراقية على أن وحدة العراقيين كانت الأساس في النصر على فكر الإرهاب المتطرف داعش كانت تتحرك على بطاقة طائفية تريد تقول أنا حامي السنة وأنا أدافع عن السنة وهي ضد الشيعة نحن نريد أن نقول لا كل العراقيين موحدين للقضاء على داعش ويحاربون محن للقضاء على داعش بالضلوعية هذه توحدت الضلوعية أهالي المنطقة اللي هم مواطنين السنة مع الجيش مع القوات الأخرى أيضا ساهموا في محاربة داعش فإذا العراقيون إذا توحدوا معا ممكن أن يطردوا داعش هذه أيضا قضية جوهرية وأساسية اللي هي غيرت مجرى المعركة وداعش أصبحت تأكل من جرفها وتخسر في هذا الإطار هذا عمل كان مبرمج وعمل بجهد وبعطاء ويكون أصرار عليه أيضا لا يجوز أن تضعف ترجمة نانسي قنقر